بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي على خير الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ها نحن وإياكم في حلقة جديدة للرد على الناصبي أبي عمر الباحث وموضوع حلقتنا حول بطولات عائشة في منوار الدعارة والدياثة المغلفة باسم الدين ألا وهو رضاع الكبير كالعادة لنسمع للوهاب أولا ومن ثم نعلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ على وركة الله هل عمك التي أنجبت كانت ترضع الرجال كي يدخلوا عليها؟ وهذا ليس كلامي حاشا لله فعقع معي فتح المنعم شر صحيح مسلم في جسء الخامس الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين صفحة 622 إنه يدخل عليك الغلام الأيفح وكانت عائشة ترى أن إرضاع الكبير يحرمهم وأرضعت غلاما فعلا وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها وأنكر بقية أمهات المؤمنين لذلك فهل أمك التي أنجبتك ونأتذر من أمك الجليلة المحترمة هل كانت ترضع الغلام الأيفح حتى يدخل عليها كما كانت تفعل عائشة؟ أولا هذا الرافدي قبل أن تقول أولا أو ثانيا بعد أن نقل الأخذ الفقار كلام الدكتور موسى من الكتاب فإنه استدلا بكلام الشيخ مصطفى العدوي فلماذا بترت كلامه ألا تستحي من نفسك لنسمع للعدوي فهل أمك التي أنجبتك ونأتذر من أمك الجليلة المحترمة هل كانت ترضع الغلام الأيفح حتى يدخل عليها كما كانت تفعل عائشة؟ نعم نعم وعارضة في فتح المنعم في شرح صحيح متلم لموسى الشاهين لارشين الجزل الخام من صفحة 622 إنه قال إنه يدخل عليها الغلام الأيفح وكانت عائشة رضي الله عنها ترى أن أرضاع الكبير يحرمه وأرضعت غلاما فعلا وكان يدخل عليها فهل كانت عائشة ترضع شباب القريش هل يجوز ذلك أن تعطيهم الحليب من صدرها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فهذا رأي رأتهم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واجتادت وجانبها الصواب وهي بشر هي بشر اجتادت وجانبها الصواب بارك الله فيك هل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها شريفة أم لا؟ فمن هي الشريفة التي أرضعت غلام أيفح أم أمه؟ فكلام العدوي مهم لأنه تثبيت وتصديق لكلام الدكتور ولكن الوهابي بتره ليتهم الأخذ الفقار بهذه التهم وهي بالشيخ العدوي أولى لأنه صاحب المقولة لنسمع أولا هذا الرفدي يريد أن يصور لنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة بلا حياة لماذا أبو عمر يغالط ويستعبط أتباعه ويحتال عليهم للهروب من الورطة التي قد وقع فيها؟ فالأخذ الفقار لم يصور عائشة بلا حياة فإن كانوا أتباع معبد السقيفة ومنهم أبو عمر يفهمون من أحاديثهم وأقوال علمائهم بأن عائشة كانت بلا حياة فما علاقة الأخذ الفقار بذلك؟ هل لأنه نقل ما هو موجود في كتبكم فلذا تنزل جام غضبك عليه ولا تنزلها على أحاديثكم وأقوال علمائكم التي قالوها ما هذا النفاق والدجل؟ ثانيا وبما أنكم سمعتم بأن الدكتور موسى شاهين داشين قال بأن عائشة أرضعت غلاما فعلا وكذلك الوهابي مصطفى العدوي اعترف بأن عائشة كانت ترى رضاع الكبير وتحلله والآن لنسمع لحياة عائشة الذي لا مثيل له شوف نفسكم حياة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان عامل إزاي؟ لا 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 هذه جديدة صراحة أول مرة أسمع يعني هذا الكلام البطيخي تقول أم المؤمنين كنت أدخل بيتي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي فأضعوا ثوبي لهو الثوب الخارجي يعني الكلام ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاة أبي بكر وهم الاثنين مدفونين قالت وأقول إنما هو زوجي وأبي عادي يعني لما تدخل غرفة مدفون فيها زوجها وأبوها قالت فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر يا أم المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه مدفون في الأرض ولن يراك أصلا فلماذا تدخلين وأنت بكامل ثيابك؟ هذه كذبة من أكاذب عائشة والدعاء باطل وقد بينا بطلانه في هذين المقطعين وسنزيد هنا بعض الأدلة دعنا نسمع هذا الحديث أمام حضرتكم صحيح البخاري أبو سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة رضي الله عنها فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب فإذا كان هذا السيطر غير شفاف فكيف سيرون طريقة الغسل؟ فلا معنى لتعليمهم إذا كان السيطر غير شفاف لأنهم لن يتعلموا شيء لن يروا شيء فالتناقض واضح وصريح كيف عائشة تدعي أنها لم تنزع ثيابها بينما في هذا الحديث نجد بأن عائشة كانت تغتسل أمام الرجال الأجانب هل تريد أن تقنعنا بأنها كانت تستحي من عمر المقبور ولم تكن لتستحي من الرجال الأجانب الأحياء؟ ما هذا الغباء والسخف؟ ولو كانت عائشة عندها هذا الحياء والعفاف والشرف فهل الزوج المؤمن العاقل يشك في زوجته الحفيفة التي فازت بجائزة نوبل للحياء والعفاف والشرف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بشيء فإن التوبة تجب ما قبلها توبي إلى الله عائشة رضي رضي عنها مثل تضايقت كيف تشك فيني كيف تسألني هذا السؤال؟ أن يصور لنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة بلا حياء كيف تشك فيني كيف تسألني هذا السؤال؟ ولكن قد ينقضح في ذهنك هذا السؤال وتقول يا مولانا ما هو الداعي أن تخترى عائشة هذا الحديث؟ طبعا الجواب واضح لما نحاط بروايات عائشة وخبر أفعالها وأقاولها كل ذلك لكي تلمع صورتها القبيحة التي هي رسمتها عن نفسها بأحاديثها المخلة بالأدب فهي سابقا كانت تتحدث بأحاديث جنسية وتدخل الرجال إلى بيتها ويباتون ويحتلمون على لحافها وكانت تتكلم معهم عن المني والجنابة وأن النبي كان يدخل بتاعه في فرجها ثم يكسل وغيرها من الأمور التي لا تليقوا بأمرأة عفيفة محترمة أن تتحدث به أمام النساء فضلا عن الرجال فبعد أن فعلت عائشة كل هذه الأفاعيل القبيحة وحدثت بكل هذه الأقاول المغزية فارتسم في أذهان الناس بأنها امرأة متهتكة وغير شريفة فأرادت أن تبيض صورتها القدر فاخترعت هذا الحديث لتمدح نفسها ثانيا الوهابي أبو عمر يريد أن يسدل بحديث عار على أن عائشة شريفة وهذا أمر غريب لأن العار لا ينتج إلا العار وليس هذا فقط بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لأم المؤمنين عائشة تحشرون حفاتا عراتا غرلة ماذا فعلت أم المؤمنين عائشة شوف الحياة يا أخي قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض إزاي الجميع يكونوا عراء يوم القيامة بجوار بعضهم يعني هي بمجرد ما سمعت منه هذا الكلام اشتعل حياؤها وخجلها فورا وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا السؤال المتعجب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من أن يهمهم ذاك لا يا أيها الأموي لم يشتعل حياؤها ولا خجلها أبدا لأن زوجها كان قد شك فيها فهل الإنسان يشك بأمراته وهي ذات الحياء والعفة ثم عائشة قد نزعت جلباب الحياء والخجل عندما كانت تحدث الرجال الأجانب بالأحاديث الجنسية التي طفحت بها كتبكم وعليه فعندما يقول لها زوجها النبي أن الناس رجالا ونساء سيحشرون عورات فتحرك حب الفضول عندها واشتغل خيالها وذهب نحو الأمور الجنسية وهو النظر للعورات فلذا قالت هذه الجملة ثانيا هذا الحديث برمته فيه طعن بالأنبياء وبعائشة وبكل دينكم ولا يمكن أن يخرج بحال من الأحوال من مشكات النبوة أصلا لأنه يثبت بأن أزواج نبيكم سيحشرون عورات ومنهن عائشة فإذن ستكون عارية قبلها دبرها وصدرها وشعرها كله ظاهر ألا ترى بأن هذه الصورة التي تصورها أحاديثكم وكتبكم هي صورة مخزية وقذرة أم عائشة فأبو عمر الباحث سيرى أمه عائشة وعائشة ستراه وهما عريانان بيان وذلك إن قلنا بأن عائشة ستكون في الصف الأول ويكون أبو عمر الباحث في الصف الذي خلفها فهنا أبو عمر سيرى جسد عائشة من الخلف وهي عريانة بمعنى مؤخرتها وجميع تفاصيل جسدها من الخلف فلو صاح أبو عمر الباحث وقال أمي عائشة فسوف تلتفت عائشة نحو ابنها أبو عمر الباحث بوجهها ومقاديم جسدها ويتقابلان وجها لوجه ففي هذه الحالة سيرى أبو عمر أمه عائشة عارية أمامه وسيرى قبلها وصدرها وشعرها ومفات جسدها بعد أن كان قد رأها وهي عارية من خلفها وتكون عائشة في الوقت نفسه قد رأت ابنها أبو عمر الباحث وهو عار أمامها وهي تنظر لفرج ابنها أبو عمر فيا أيها الأموي ألا تستحي على نفسك وأنت تستدل علينا بمثل هذه الأحاديث العفنة لكي تثبت لنا من خلالها بأن عائشة صاحبة حياة هل يعقل بأن الذين يسمعون لك قطيع أغنام إلى هذا الحد؟ وأي حياء تستدل به من هذا الحديث والحال أن الحديث برمته عار عليكم فإياك يا أيها العريان بالقوة أن تستدل مرة أخرى بهذا الحديث فيجب عليكم أن تمسحوه من الكتب وترمو به بأقرب مزبلة هل يعقل بأن الأنبياء والرسل وجميع الناس سيكون عرات هكذا؟ هذا مرفوض تماما عقلا وشرعا وبل مستهجا عرفا لأن عورة المؤمن مصانة ومحفوظة من أن ينظر إليها أي أحد ولأن الله حي وستير ويحب السترى والحياء فكيف يجعلهم يوم القيامة كلهم عرات؟ المؤمن والكافر والرجال والنساء كأنك على شاطئ العرات ولكن يبدو بأن الأنبياء عند أتباع معبد السقيفة وخصوصا النبي محمد وعائشة وباقي أزواجه ليسوا من أهل الإيمان ويبدو بأنكم بهذا الحديث سلبتم من الشاب الأمرد صفة الحيي والستير فلذا أخرجتم هذا الحديث العار وقلتم بأن البشر كلهم سيكونون عرات لا حول ولا قوة إلا بالله فإياك أن تستدل بمثل هذه الخرافات ولا حادث المخزية مرة أخرى والآن كما سترون كيف أن الوهاب يا أبو عمر سيبتره استدلال لأخذ الفقار ومن ثم يتهمه بأنه يطعن بالنبي فيرجى التطقيق ثانيا هذا السبع بكلامه عن أم المؤمن عائشة يتهم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مكان لارتكاب الفواحش فأنت إذا أردت أن تدخل على أم كائشة كما أنت تقول فلا يجوز الدخول عليها قبل أن تدخل إلى غرفة الرضاعة ترضى خمسة رضاعات مشبعات ثم تدخل عليها طيب وهل هذا هو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمكان الذي دفن فيه؟ لماذا يا خبيث لم تنقل الكلام الذي قبله والذي بعده؟ هل تريد أن تنصر دينك بالبتر والتدليس والدجل؟ لنسمع الآن لكلام الأخ بدون بتر أيضا عائشة رضي الله عنها كانت كما نقل ابن القيم ونقله أبو داود بسند صحيح قال ابن القيم فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمسة رضاعات ثم يدخل عليها لاحظة حديث رواه ابو داود بسند صحيح هل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها شريفة أم لا؟ فأنت إذا أردت أن تدخل على أمك عائشة كما أنت تقول فلا يجوز الدخول عليها قبل أن تدخل إلى غرفة الرضاعة ترضع خمسة رضاعات مشبعات ثم تدخل عليها ولست أنا من يقول حسل الله أنا لا دخل لي ولست أنا من يقول حسل الله أنا لا دخل لي فأن الذي يتهم بأن بيت النبي مكان للفواحش هم مشايخكم وكتبكم ولكن بترت استدلال الأخ ومن ثم قلت هذا الكلام ثانيا هذا السبع بكلامه عن أم المؤمن عائشة يتهم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مكان لارتكاب الفواحش فلماذا بترت كلام الأخ ووجهت طعنك عليه ولم توجهه لكلام المشايخ الوهابية وللروايات التي في كتبك وكما يقال إن لم تستحي ففعل ما شئت كلما أردت يا دجال أن تنصر دينك بالكذب والدجل فنأتي ونبين كذبك ودجلك بالدليل والبرهان ونهدم دينك على رأسك عموما أكمل ثالثا هذا السبع بكلامه عن أم المؤمنين آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي حذر من إيذائه في عائشة قالت أم سلمة كلمنني صواحبي أن أكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس فيهدو له حيث كان فإن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة وإن نحب الخير كما تحب عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإني والله ما نزل الوحي علي وأنا في بيت امرأة من نسائي غير عائشة أولا إن مجرد نقل أحاديث رضاع الكبير من كتبكم تصف الناقل بأنه آذى النبي فإذا علماءكم الذين سطروا هذه الروايات في كتبهم يؤذون النبي بطريق أولى ثانيا أحاديث رضاع الكبير مروية عن نبيكم وقال نبيكم من رغب عن سنتي ليس مني فإذا كيف يتأذى نبيكم من شيء قد شرعه هو بنفسه للناس ثالثا هل تظن بأن الغير يضع قيمة واعتبار لكتبكم أو يرى لها الحجية حتى تستدل بها عليهم الجواب قطعا لا فإذا ما هذا الغباء والاستعباط والاستدلال يا أبا عمر يا باحث يا متخصص وهل أنا أؤمن بأحاديثكم وأساندكم كم مرة تريدوا مني أنا أعيد لك نفس الكلام كتبك وأحاديثك ليست حجة علي أتعبتني يا رجل رابعا كما ترون هذه الرواية التي استدل بها أبو عمر وهو من صحيح ابن حبان وعنوان الباب ذكر البيان بأن الوحي لم يكن ينزل على المصطفى وهو في بيت واحدة من نسائه خلا عائشة والرواية عن أم سلمة وهي بدورها تنقلوا بأن النبي حلف بالله أن الوحي لم ينزل إلا في بيت عائشة والآن سيتبينوا بأن نبيهم حلف بالله كذبا وزورا فما رأيك يا أبا عمر أن نفتح الكتب لنثبت ذلك نفتح الكتب ونقرأ هذا كتاب صحيح ابن حبان البستي بتحقيق شعيب الأرنوط المجلد الأول صفحة 22 قبل هذا الحديث أخرج عن عائشة بأن أول ما أنزل إقرأ باسم ربك ثم أخرج هذا الحديث بسنده عن جابر بن عبد الله يقول فيه بأن أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر فإذن هذا ظاهره متناقض فإذن ما هو الحل يا أبن حبان يجيب قائلا في صفحة 23 وليس بين هذين الخبرين تضاد إذ الله أنزل على النبي إقرأ باسم ربك الذي خلق وهو في الغار بحراء فلما رجع النبي إلى بيته دثرته خديجة وصبت عليه الماء البارد وأنزل على النبي في بيت خديجة يا أيها المدثر ما عليش كده أعيد الحتة دي تاني وأنزل على النبي في بيت خديجة يا أيها المدثر فطبقا لكلام ابن حبان حيث أثبت أن الوحي نزل على النبي في بيت خديجة فكيف يروي ابن حبان بنفسه ويبوبه بالخط العريض أن الوحي لم ينزل إلا في بيت عائشة ما هذا التناقض يا ابن حبان هل تريد بهذا الحديث أن تثبت بأن النبي حلف بالله كذبا خامسا هذا كتاب السنن لابعيس الترمذي بتصحيح محمد نوح نجاة الألباني صفحة سبعمية واثنين واربعين أخرج بسنده عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله قال نزلت آية التطهير في بيت أم سلمة فدع النبي صلى الله عليه وآله فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء إلى آخر الحديث ويقول الألباني صحيح فكما شاهدتم بأن آية التطهير نزلت في بيت أم سلمة فكيف يحلف نبيكم كذبا بأن الوحي لم ينزل إلا في بيت عائشة سؤال مهم ننتظر أن تأتي بإجابة على هذا السؤال ألا تستحون من هذه الحديث المغزية المكذوبة الذي تريدون من خلاله أن ترفعوا من شأن عائشة على حساب النبي سادسا أنتم تقولون بأن النبي تزوج عائشة في السنة الثانية من الهجرة والوحي لم ينزل إلا في بيت عائشة هذا يعني أن الوحي لم ينزل على النبي وهو في بيته طيلة العهد المكي وكذلك سنتان من العهد المدني طبعا وهذا غير صحيح لا عقلا ولا تاريخيا ولا شرعا سابعا بحسب الرواية المكذوبة التي نقلتها قال النبي ليم سلمة لا تؤذيني في عائشة ولكن من جهة أخرى نجد بأن عائشة هي التي كانت تؤذي النبي فلنسمع للأخذ الفقار صحيح مسلم بشرح نووي في جسء التاسع قال عمر لما اعتزل نبي الله نساؤهم قال فدخلت على عائشة فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله إذن عائشة كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وآله مع أن الله قد قال في كتابه الكريم مع أن الله تعالى يقول في كتابه العظيم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله إن ذلكم كان عند الله عظيم فإذن أذية عائشة للنبي ثابت وهو فعل بغيظ وله عقاب عظيم عند الله سبحانه وتعالى فكيف يقول النبي لما لا تؤذين في عائشة وهي عائشة بنفسها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وآله فبهذه الوجوه السبعة اتضح بأن الحديث الذي استدلت به يا أبا عمر حديث باطل مكذوب لا قيمة له أصلا ثم استدل الوهابي بموسوعة الفقه الإسلامي وأنه يجب احترام أمهات المؤمنين وتبجيرهن ثم توقف في النقل إلى قوله الإمام علي بن أبي طالب كما ترون ثم بتر باقي الكلام الموجود في الأسفل كعادته وهذا البتر والتدليس قد رددنا عليه مفصلا في هذه الحلقة وبالأخص عند الساعة والست الدقائر فلا نضيع الوقت لتكرار ما قد تم تفنيده عموما لنكمل مع الوهابي لو فرضنا النوم المؤمنين بالفعل أرضعت غلاما فما علاقة هذا بالطعن في شرفها إذا لم يكن عندك أي مانع أن تكون عائشة ترضع الغلام الأيفى من صديها فإذا لماذا عندما نقل الأخذ الفقار كلام موسى شاهي اللاشين قلت له هذا الكلام أولا هذا الرافدي يريد أن يصور لنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة بلا حياء وكانت تفعل ما تشاء بلا خجل من أحد فهل هذه الصورة صورة صحيحة؟ ما هذا التناقض يا أيها الوهابي فإن كان إرضاع عائشة للغلام الأيفى من صدرها لا يعد طعنا في شرفها فإذا لماذا خرجت بهذه الحلقة إلا لكي تدافع عنها أكمل لنرى ماذا عندك أم سلمة قالت إنه يدخل عليك الغلام الأيفى الذي ما أحب أن يدخل عليه إذن كلمة أم سلمة وحدها تبين أن الموضوع ليس له علاقة بما يفكر فيه هذا السبع صاحب القلب المريض والعقل الخبيث والقناع البلاستيك أولا ما هي مشكلتك مع القناع البلاستيك؟ فالذي تستر به عورتك وما تستخدمه في مكان تصويرك أغلبه من البلاستيك ومن ثم تأتي وتنكر على ذو الفقار أنه يخفي وجهه بالقناع البلاستيك ما هذا الغباء السقيفي؟ ثانيا كما هو المعلوم بأن النساء يفهمنا على بعضهن البعض وخصوصا الحركات التي كانت تفعلها عائشة فلذا اعترضت وأنكرت أم سلمة على عائشة بقولها عن الشاب الأيفى ومع ذلك تقول بكل وقاحة وصلافة بأن كلام أم سلمة ليس له أي علاقة فإذا لماذا أنكرت أم سلمة؟ دعنا نسمع لأبي عمر كيف سيشرح معنى الغلام الأيفى من هو الغلام الأيفى المذكور في هذه الرواية؟ الغلام الأيفى هو الذي قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ الذي قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ طيب الأيفى ده سنه كام يا أهل الخير إحنا هنجيب واحد صحابي كان يعيش في ذلك الزمان ليحدد لنا سن الغلام الأيفى عند العرب والمسلمين أمام حضرتكم كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال والله إني لغلام يفعه يقول ابن سبع سنين أو ثماني أعقل كل ما سمعت أولا هذا الأثر المروي عن حسان بن ثابت غير ثابت هذا كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المجلد الثاني عشر صفحة 383 حيث أخرج بسنده قال حدثني ستة من رجال قومي عن حسان بن ثابت قال إني والله لغلام يومئذ ابن سبع سنين أو ثمانية سنين فكما ترون بأنه لا يوجد كلمة يفعه بحسب هذه الرواية وثانيا هؤلاء الستة لا أحد يعرفهم من هم فلا أدري كيف يصح الألباني مثل هذا الأحاديث فإذا يا أبو عمر الرواية في يعني الرواية في الضياع ثالثا سلمنا بأن الحديث صحيح وأن كلمة يفعه موجود في الحديث ولكنه استعمال حسان لهذه الكلمة لمن هو في عمر السبع سنين على خلاف اللغة لأن الغلام الأيفع كما هو مذكور في اللغة وذكره الدكتور موسى شاهين لاشين هو الغلام الذي قارب البلوغ ولم يبلغ لنسمع لأبي عمر الذي قارب البلوغ ولكنه لم يبلغ فمعلوم بأن البلوغ عادة يكون بعمر الخامسة عشر والذي قارب البلوغ هو من كان في عمر الرابعة عشر فمن يكون بعمر السبع سنين لا يقال عنه أنه قارب البلوغ فكيف يقول حسان بأنه غلام يفعه ابنه سبع سنين رابعا لو كان الغلام الأيفع الذي دخل على عائشة هو بعمر السبع سنين كما افترض أبو عمر فلماذا أم سلمة قالت لعائشة هذا الكلام الذي ما أحب أن يدخل علي ماذا؟ ماذا قلت؟ نعيد نعيد الذي ما أحب أن يدخل علي وهذا الكلام والإنكار من أم سلمة لا يقال لمن كان عمره سبع سنين لأن المرأة غالبا مع حجابها التام لا تتحرج من كان بهذا العمر أن يدخل عليها لعدم إدراكه ولكن تحرج أم سلمة يدل على أن هذا الشاب الأيفع كان قريب البلوغ كما قال الدكتور موسى شاهين لهشين فلذا قالت أم سلمة مقالتها لعائشة خامسا هذا كتاب نيل الأوطار من أسرار منطقة الأخبار لمحمد بن علي الشوكاني المجلد الثاني عشر صفحة ستمية وثلاثة وعشرين باب بعنوان ما جاء في رضاء الكبير ثم وضع تحته حديث أم سلمة وهي توبخ عائشة لأنها أدخلت الغلام الأيفع ثم يفسر معنى الغلام الأيفع الوارد في الحديث كما في صفحة ستمية وثلاثين يقول الغلام الأيفع هو من راهق عشرين سنة على ما في القاموس فإذن الغلام الأيفع الذي دخل على عائشة هو كل غلام تكره المرأة الشريفة العفيفة أن يدخل عليها كما قالت أم سلمة فإذن ما أدخلته عائشة هو مبوض ومكروه عند أم سلمة وعند كل مرأة شريفة عفيفة لنكمل مع أبي عمر إذن الأيفع أو اليفع في هذا الوقت كلمة تطلق على الغلام ابن سبع سنين أو ثمان سنين فإذا فرضنا أنها أرضعت غلاما أيفع فهل إذا أرضعت المرأة غلاما في سن السبع سنوات أو الثمان سنوات يعد هذا طعنا في شرفها ومن مميع عائشة استندت على حكم شرعي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أولا الغلام الأيفع ليس في سن السبع كما وضحناه آنفا ولو تنزلنا وقلنا بأنه كان في هذا السن وكان إرضاعه وانكشافه ليس فيه أي شيء يستنكر فإذن لماذا أم سلمة أنكرت على عائشة بقولها أنك يدخلين الغلام الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ننتظر أن تأتي بإجابة على هذا السؤال وأبو عمر قال بأن عائشة في رضاع الكبير استندت إلى ومم مميع عائشة استندت على حكم شرعي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام فما رأي كاب الوهابي الذي يقول بأن حديث رضاع الكبير هو حديث حديث رضاع الكبير كيف البعض يدافع عنه هذا حديث مجوسي ثانيا ولنقول بأن هذا الحديث المجوسي صدر فعلا من نبيكم المسحور فإذن المرأة السنية وكذلك عائشة إذا مارست رضاع الكبير والغلام الأيفع فلا يكون فعلها خادش للحياة لأنها تكون بذلك قد تمسكت بسنة النبي وهذا كتاب الصحيح البخاري بن بردزب المجوسي صفحة 1292 أخرج بسنده عن النبي إلى أن يقول قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني فإذن ألخذ الفقار في بداية المقطع عندما قال هل كانت ترضع الغلام الأيفع حتى يدخل عليها كما كانت تفعل عائشة؟ فكلامه هذا لا يوجد فيه لا طعن بالنبي ولا بعائشة لأن عائشة استندت في فعلها لقول النبي كما قلت آنفا فإذن لماذا تجاوزت على الأخذ الفقار واتهمته بهذا الكلام؟ أولا هذا الرافض يريد أن يصور لنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة بلا حياء ثانيا هذا السبع بكلامه عن أم المؤمنين عائشة يتهم بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه مكان لارتكاب الفواحش كما شاهدتم كيف تناقض هذا الوهابي ووقع في شر أعماله فإذن ما هو السبب في تناقض هذا الوهابي؟ لأنك تحمل في رأسك شيء غير الدماغ قد يكون تبن قد يكون شيء يعني مختلف لكن ليس دماغا طيب هذا السبب الأساسي ثالثا بما أن الناصبي قال استندت عائشة في رضاع الغلام الأيفع إلى قول النبي فإذن هي تمسكت بسنة نبيكم المسحور وعليه فكل من يرفض هذا الرضاء سيكون رافضا لسنة النبي كما نقلناه آنفا قال النبي من رغب عن سنتي فليس مني هذا كتاب صحيح مسلم بن كوشاز المجوسي صفحة 1072 أخرج بسنده عن أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وآله كانت تقول أبا سائر أزواج النبي أن يدخلنا عليهن أحدا بتلك الرضاعة أي رضاعة الكبير وقلنا لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله لسالم خاصة فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا فكما ترى بأن جميع أزواج النبي أنكرنا استمرارية سنة النبي في مسألة رضاعة الكبير فإذن كلهن رفضنا سنة النبي ومن يرغب عن سنة النبي فلا يكون على دين النبي والآن دعنا نرى الوهابي وهو يكذب على ذو الفقار بلا أي خجل لنسمع إله سيتضح جليا من هو الكذاب المفضوح تباعا أولا دعنا نسمع لكلام الأخذ الفقار ومن ثم نأتي بالصفحة كاملة كما هي لنرى هل فيها كلمة رجل فيكون أبو عمر هو الكذاب المفضوح أم ليس فيها كلمة رجل فيكون ذو الفقار هو الكذاب المفضوح لنسمع هل أمك التي أنجبت كانت ترضع الرجال كي يدخلوا عليها؟ وهذا ليس كلامي حاشا لله حلق معي فتح المنعم بشرح صحيح مسلم في جسء الخامس الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين صفحة 622 هذا كتاب فتح المنعم بشرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين المجلد الخامس صفحة 622 وهذه هي الصفحة أمامك كما ترى قال نبيكم المسحور أرضعيه فقالت الصحابية وكيف أرضعه وهو رجل كبير وهذا الذي لا يستحي يقول فإن ذكر الرجال في هذه الصفحة وفي نفس الصفحة أيضا جملة إرضاع الكبير فإذا الصفحة فيها كلمة رجل كبير وفيها إرضاع الكبير فإذا تبين من هو المفضوح ومخازيك وأكاذيبك أمست بالجملة فبما أن هذا الوهاب كذاب ومدلس وجاهل فلماذا برأيكم يستمر على هذا المنهج القبيح المذموم فعلا وحقيقة هذا هو السبب الرئيسي لاستمرار هذا الوهابي في كذبه وتدليسه دون أن يرعوي عموما أكمل سابعا إذا كان ما فعلته أم المؤمنين شيئا سيئا أو يطعن في الشرف فأين علي بن أبي طالب والحسن والحسين في ذلك الوقت النواصب دائما نقول لهم قال عمر وفعلت عائشة وتصرف أبو بكر هكذا فهم لا يستطيعون الإجابة بطريقة علمية إلا أنهم يقولون أين علي وماذا فعل علي لا أدري ماذا فعل بكم الإمام علي بن أبي طالب عليهم السلام حتى أصبحتم محمومين إلى هذا الحد ثانيا المرأة المحتالة كعائشة مثلا عندما تدخل الغلام الأيفع إلى بيتها فهي تدخله بألف حيلة لأنها إمرأة محتالة وعائشة قد احتالت على نبيكم كما ثبت في صحيح مسلم وعامة الرجال لا يفتشون بيوت النساء الأجانب ليروا ماذا يفعلون ولكن اكتشاف مثل هذه الأمور تكون بين النساء أنفسهم فلذا اكتشفت أم مسلمة بأن عائشة تدخل الغلام الأيفع فأنكر عليها وقال لها ثالثا هذه الرواية في كتبكم فاذهب واسأل خليفتكم الرابع علي بن أبي طالب من خلال كتبكم وسستعلم بأنه كان يقول لا رضاع بعد فطام وهذا إنكار منه على كل من يقول برضاع الكبير عموما الآن سنتكلم حول قول الدكتور موسى شاهين لاشين وأرضعت عائشة غلاما فعلا لنرى ما هي دلالة هذا القول لنسمع لأبي عمر ثامنا هل أم المؤمنين أرضعت غلاما بالفعل؟ هذا الكلام لم يرد في أي حديث صحيح ولا ضعيف حسب الطلاعي فكيف يقول مؤلف الكتاب أنها أرضعت غلاما بالفعل؟ نحن الآن أمام خيارين الأول أن يكون مؤلف الكتاب قصد أنها بأشرت الإرضاع بنفسها وهذا الكلام باطل وليس عليه أي دليل كما قلت أولا كلام الدكتور موسى واضح وصريح وليس فيه احتمالين ولا ثلاثة ولا أربعة وهذه الاحتمالات هي تبرع من كيسكا لأن كلام الدكتور نص وواضح لا يجوز أن تتلاعب به ثانيا إذا لم يكن على كلامه أي دليل فكيف يقول الدكتور موسى شاهين لاشين أن عائشة أرضعت غلاما فعلا فإذا كتبكم هي التي تطعن بعائشة وعلماءكم هم الذين يتجاوزون عليها فلماذا لم تقل الدكتور بأنه يجوز الخبثة ويهتهم عائشة بأنها امرأة بلا حياة سبحان الله الطعن والقذارة قد خطت في كتبكم بأنامل مشايخكم وأنتم تقرؤونها ولكن تسكتون وتقولون فقط أخطأ الدكتور وإذا نقلها الشيعي من كتبكم ليستدل بها عليكم تقولون عن الشيعي الناقل لهذا الكلام بأنه أولا هذا الرافضي يريد أن يصور لنا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها امرأة بلا حياة ما هذا الفجور في الخصومة مع الآخرين والآن دعنا نسمع من أبي عمر الاحتمال الثاني الذي يخترعه الوهابي من رأسه العفن الاحتمال الثاني أن يكون المؤلف قصد أنها أمرت بذلك ولهذا أسند الفعل إليها وهل الدكتور موسى قال بأني قصدت هذا الاحتمال من كلامي الجواب كلا فإذا يجب أن يحمل كلامه على ظاهره كما هو بدون أي تلاعب أو تغيير أو طرح للاحتمالات السخيفة البعيدة كل البعد عن ظاهر اللفظ ثم ذكر أبو عمر بأنه في صلح الحديبية قال الصحابي البراء للنبي كان لا يكتب أي أنه كان جاهلا بالكتابة والقراءة وذكر أيضا عن نفس الصحابي البراء أن النبي كتب فإذا عندنا حديث يقول كتب وعندنا حديث يقول لم يكتب فما هو الحل لهذا التناقض قال لك أسند الفعل إليه لأنه هو الآمر بالكتابة فإذا سيكون كلام موسى شاهين لاشين بأن عائشة أرضعت غلاما فعلا هو هذا المعنى الاحتمال الثاني أن يكون المؤلف قصد أنها أمرت بذلك ولهذا أسند الفعل إليها أقول وهذا الاحتمال هو هرطقى والرد عليه من عدة وجوه أولا كما ترون الحديث الأول فيه أبي إسحاق السبيعي والحديث الثاني كذلك وكان أبو عمر يقول عن أبي إسحاق السبيعي المسند لأحمد بن حنبل في الجزء الثامن عشر الصفحة سنة 214 الحديث إسناده صحيح وقال له ثمي رجاله رجاله الصحيح عن أبي عبد الله الجدلي قال دخلت على أم سلمة فقالت لي أي سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكم قلت مع ذا الله قالت سمعت رسول الله يقول من سب علي فقد سبني إذن أي مخلوق على وجه الأرض يصب عليا فهو في الحقيقة يصب رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا هذه الرواية ضعيفة لأنها من رواية أبي إسحاق السبيعي فما عدا مما بدأ وكذلك الحديث فيه إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق عن أبيه يوسف وقال عنه ابن معين وغيره ليس بشيء وقال أبو نعيم لم يسمع إبراهيم من أبيه يوسف شيئا وهذا الحديث كما ترون رواه إبراهيم عن أبيه ثانيا ولو قلنا بصحة الحديثين معا فأن معرفة القراءة والكتابة علم وهو شيء حسن وعدم معرفتهما جهل وهو شيء قبيح فالحادثة الواحدة عندما تأتي رواية تقول كتب النبي ورواية أخرى تقول لم يكتب النبي فهذا يدل على أن الرواية فيها تناقض واضطراب فيجب أن يطرح ما هو فيه إساءة للنبي ويأخذ بما كان فيه إثبات شيء حسن للنبي والغريب في الأمر أن الإمام علي بن أبي طالب تربى عند النبي وكان يعرف الكتابة والقراءة ويكتب للنبي ولكن النبي نفسه كان جاهلا لا يعرف الكتابة ولا القراءة لا أدري كيف يفكرون أتباع معبد السقيفة ثالثا وأما حمل كلام الدكتور موسى شاهين لاشين أن عائشة أرضعت غلام الأيفة على احتمالية أن عائشة لم ترضع الغلام الأيفة وإنما كان تأمر من ترضعه فهذا الاحتمال بيزنطي غير وارد وغير صحيح أبدا لأن الدكتور قال بأن عائشة أرضعت غلاما فعلا فكلمة فعلا هذه لأنها مهمة جدا فلذا كتبها وأتى بها وهي للتأكيد على وقوع الفعل منها على وجه الحقيقة فلذا لابد من أن يحمل كلامه على معناه الحقيقي وهو أن عائشة أرضعت فعلا وحقيقة غلاما أيفة ولكن لو أراد أبو عمر أن يقول هناك احتمال ثاني كما قال فلابد وأن يقدم قرينة على كلامه ليصرف اللفظ عن ظاهره ولابد من أن تكون القرينة من نفس كلام الدكتور موسى شاهن لاشين لأن مجرد طرح الاحتمال مع عدم الإتيان بالقرينة فهذا الاحتمال لا يمكن أن يأخذها بعين الاعتبار وعليه فلابد من توفر أمرين ليصح الاحتمال الثاني الذي طرحه أبو عمر أولا أن يحذف كلمة فعلا من الجملة لأن هذه الكلمة كما قلنا هي للتأكيد على أن فعل الرضاء صدر من عائشة وثانيا لابد أن يكون للكاتب قولا آخر يقول فيه بأن عائشة لم ترضع الغلمان أبدا كما كانت رواية صلح الحديبية أحدهما تقول كتب النبي والأخرى تقول لم يكتب النبي أي لابد من أن يكون للدكتور موسى شاهن لاشين قول بالنفي وقول بالإثبات ومع عدم توفر الشرطين فلا يكون لإحتمال أبي عمر أي قيمة فإذن كلام الدكتور لابد أن يحمل على معناه الواضح والصريح وهو أنه أراد أن عائشة هي التي أرضعت الغلام الأيفاء فعلا عموما دعنا نكمل مع أبي عمر وهذه الرواية الصحيحة أمام حضراتكم تبين أن أم المؤمنين عائشة أرسلت بسالم بن عبد الله بن عمر وهو صغير يرضع لكي يرضع من أختها فيكون من محارمها ولكن لأنه لم يكمل عدد الرضعات الشرعية لم يكن يدخل عليها ركز كده سالم بيقول إيه يقول إن أم المؤمنين عائشة أرسلت به وهو يرضع يعني كان عمر أقل من سنتين أولا هذا الحديث الذي تتكلم عنه هو الرضاع المعروف بالرضاع الصغير الذي لم يفطم وما علاقة هذا بموضوع حلقتنا له وهو رضاع الغلام الأيفع الذي قارب البلوغ ورضاع الرجل الكبير ثانيا كما ترون أبو عمر الجاهل استدل من كتاب الموطأ بأن عائشة أرسلت سالم ليرضع عشر رضعات ورقم الحديث 1740 ولو ذهبنا للحديث الآتي برقم 1754 ماذا سنجد؟ هذا كتاب الموطأ للجاهل مالك بن أنس برواية أبي مصعب المجلد الثاني صفحة 14 رقم الحديث 1754 بسنده عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن فإذا العشر رضعات منسوخة كما عن عائشة فكيف تنقل رواية عن عائشة أنها أرسلت سالم لأم كلثوم كي يرضع منها عشر رضعات مع أنها منسوخة هل المنسوخ يعمل به الوهابية بشكل عام لا يوجد عندهم دراية ولا فهم للأحاديث فلذا تراهم يتون بكل شيء يرونه أمامهم ليستدلوا به فلذا يقعون بمثل هذه التناقضات السخيفة وخفيف العقل هذا بعد أن نقل رضاع صغير دون السنتين من وطأ مالك فقال ويؤكد هذا المعنى ما جاء في نفس الصفحة التي قرأ منها هذا السبأي أن أم سلمة قالت والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة الغلام اللي استغنى عن الرضاعة نقولها كمان الغلام اللي استغنى عن الرضاعة يعني بمجرد أن يستغني الرضيع عن الرضاعة يسمى غلاما أم سلمة بتقول أن الطفل لو رضع بعد سنتين يبقى الرضاعة غير معتبر فالطفل لما يكبر لا تطيب نفسها أن يراها والمؤلف يشرح هذا الكلام ويقول أن المقصود في كلام أم سلمة هو الغلام الذي جاوز الحولين ورضع بعد مجاوزتهما إذن الرواية تتحدث عن أمر أم المؤمنين عائشة لأختها أن تردع الصغير الذي تريد أم المؤمنين أن يدخل عليها بعد ذلك حينما يكبر لأنها بذلك ستصير خالته من الرضاعة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نعيد ونكرر ونقول ما علاقة رضاع الصغير بموضوعنا الأصلي وهو رضاع الغلام الأيفع ورضاع الكبير كما ترون الدكتور موسى يقول وكانت عائشة ترى أن الرضاع الكبير يحرمه وأرضعت عائشة غلاما فعلا وكان يدخل عليها ولكن باقي أزواج النبي أنكرنا هذا الرضاع ومنهن أم سلمة فلذا كانت تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام وقد استغنى عن الرضاعة ومعنى هذا الكلام أي لا تطيب نفسي يا عائشة أن أرضع بنفسي الغلام الذي جاوز الحولين فكيف أنت يا عائشة تدخلين الغلام الأيفع الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وكيف تفتينا برضاع الكبير أيضا بمعنى هنا أم سلمة توبخ عائشة وتنكر عليها وتقول لها بأن الطفل الذي الآن قد تجاوز السنتين لا تطيب نفسي أن أرضعه فكيف أنت يا عائشة تدخلين الغلام الأيفع وهو الذي قارب البلوغ أي في عمر الثالث عشر أو الرابعة عشر لأن البلوغ يتحقق بسن الخامسة عشر فهذا إنكار صريح من أم سلمة فموضوع حلقتنا حول الرضاع الكبير ورضاع الغلام الأيفع وأبو عمر يتكلم عن رضاع الصغير الذي لم يتجاوز السنتين ما هذه المسخرة طبعا وهذا التشتيت هو للهروب عن أصل البحث وهذا الأسلوب قد اعتاد عليه الوهابي عموما أكمل تاسعا هذا السبعي سيعرض لنا الآن دليلا من رواية المدرجة من كلام الزهري على إن المؤلف قصد أنها أمرت بذلك وليس أنها باشرت الرضاع بنفسها فضل أيها السبعي فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها كانت عائشة تأمر أخواتها تأمر أخواتها أحسنت أيها السبعي الرواية تقول فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها وبنات إخوتها فلأنها أمرت بذلك أسند المؤلف الفعل إليها كما بيّنت منذ قليل وهذا كذب وتسوير لكلام الدكتور موسى شاهيم لأن الدكتور قال وأرضعت غلاما ثم استعمل كلمة فعلا وهو للتأكيد على أن عائشة هي من قامت بالرضاء بنفسها فعلا فإياك أن تكذب على الدكتور وتزور كلامه ثانيا أمر عائشة للرجال كما في حديث مسند أحمد أن يرضعوا من أخواتها هذا لا ينفي أن عائشة قد أرضعت غلاما بالفعل لأن إثبات الشيء لا ينفي معده بمعنى إذا ثبت بأن عائشة أمرت أخواتها أن يرضعن الرجال فهذا لا ينفي أن تكون عائشة أرضعت بنفسها أيضا عموما أكمل وأما مقطع الفيديو الذي عرضاه هذا السبع للشيخ مصطفى العدوي فقد رددت عليه في مدونتي منذ سنوات ورابط المقال موجود في وصف الفيديو وأيضا الرابط موجود في أول تعليق مثبت هذا الوهابي فعل حركة خبيثة لم ينقل كلام مصطفى العدوي وسكت عن الرد عليه شفاهيا وحال متابعيه على الموقع فلماذا لم تنقل كلام الوهابي مصطفى العدوي وترد عليه وتقول له ما قلته للأخذ الفقار بأنه يتهم بيت النبي بالفاحشة وأن عائشة لا حياء ولا شرف لها ما هذا الخبص والحقد في تعاملكها مع الآخرين أكمل لنرى أين ستصل سأل الأخ عمر هذا السؤال فمن هي الشريفة التي أرضعت غلام أيفا أم أمك؟ الرواية لم تقول إن أم المؤمن عائشة أرضعت غلاما أيفا بل فيها قول أم سلمة إنه يدخل عليك الغلام الأيفا تمامي يبقى الكلام هنا عن دخول هذا الغلام وليس عن إرضاعه أما الإرضاع فقد بينا بأنه يكون في الصغر وهذا الكلام من الوهابي يدل على كذبه وتدليسه وجهله المطبق بكلام أهل العلم فهذه القطعة هو نص الرواية أنه يدخل عليك الغلام الأيفا والدكتور يشرح هذا النص بقوله وأرضعت عائشة غلاما فعلا وكان يدخل عليها فإذن لفظ الغلام في الشرح يرجع لجملة الغلام الأيفا الذي هو بصدد شرحها فيكون النص أرضعت عائشة غلاما أيفا فعلا وكان يدخل عليها فلماذا كانت عائشة ترضع الغلام الأيفا الجواب لأنها كانت ترى إرضاع الكبير يحرمه والوهابي الكذاب كما سمعتم قال بأن الإرضاع يكون في الصغر فلماذا قال الدكتور وأنكر بقية أمهات المؤمنين ذلك ومعلوم بأن الرضاع إذا حصل في الصغر تحت السنتين لا ينكره أحد لأنه أمر اتفاقي ولكن الإنكار الذي كان على عائشة بسبب رضاع الكبير الذي كانت تعتقد به فهل إرضاع الكبير الذي كانت تراه عائشة أنت تسميه إرضاع الصغير ما هذه العقلية التي أنت تفكر بها الله يخرب بي تقدف تحمار التحمار فعامة مشايخ الوهابية هم في حقيقتهم أبو صابر ومع ذلك ترى هم يتصدرون ويتكلمون بهذا الشكل المخزي عموما لنكمل مع الوهابي السبع يقول ثم لماذا عائشة تحتاج أن ترضع هذا الغلام حتى يدخل عليها؟ أليست عائشة أمه أم المؤمنين كما أنت تقول؟ من الذي قال لك إن أمومة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تشمل كل أحكام الأمومة الطبيعية بجميع حيثياتها؟ ده إنت لو آصد تفضح نفسك ما كنت إش أتعمل في نفسك؟ أكثر من أنت تعملوا ده يقول آية الشيعة العظمى محمد آصف محسني أزواجه صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين من حيث الاحترام والتعظيم لا من جميع الحيثيات هذا السبأ المضحك يستخدم معنا مغالطة رجل القش فيتصور ويفترض من رأسه أن الأخ عمر حينما يقول عن أم المؤمنين أنها أمه أنه يقصد الأمومة من جميع الحيثيات ثم يبدأ هذا السبأ في مهاجمة هذا التصور المضحك ليظهر أمام الشيعة البسطاء أنه أفحم الأخ عمر جميل جدا إن كنتم لا تعتقدون بقولكم أمي عائشة جميع الحيثيات فلماذا تتلفظون بجملة أمي عائشة بقول مطلق؟ ولا تذكرون الحيثيات حتى تقيدوا هذا الإطلاق وطبعا الغاية من طريقتكم الإبليسية معروفة لكي تخدعوا عوام الناس وتعلقوهم بعائشة بأكثر قدر ممكن من الحيثيات فعرف الأخذ الفقار لعبتكم الخسيسة وغايتكم الخبيثة فأراد أن يستأصل خبثكم ويكشف طريقتكم ولعبتكم الإبليسية لكل الناس فلذا سأل ذاك السؤال لتستفيق عقول الأغنام وتفكر ولو قليلا وهو قد ذكر في أول مقطعه حيثيات جملة أمهات المؤمنين وحثكم لتتمسكوا بالحيثيات وتتركوا جملة أمي عائشة فلنسمع للأخذ الفقار وثانيا قلت دعنا نفعل مقارنة بين أمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وليست أم المنافقين وبين أمك التي أنجبتك تريد أن تقارن بين أمك عائشة وبين أمه هذه المقارنة باطلة لأن عائشة ليست أما لك من قال لك أن عائشة أمك أنت أمك هي التي أنجبتك أما عائشة فهي زوجة نبي من أنبياء الله وهو النبي الأقرم صلى الله عليه وآله فكيف أصبحت عائشة أمك متى وأين وكيف لماذا آه نصيد نصيد ستقول سورة الأحزاب يقول تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم هل هذه الآية تعني أن عائشة أمك تعال تعلم قبل أن تتكلم الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحد النسابوري للمجلد الثالث صفحة 459 وأزواجه أمهاتهم يقول وأزواجه أمهاتهم في حرمة نكاحهم فلا يحل لأحد التزوج بواحد منهن ماذا تعني وأزواجه أمهاتهم يعني حرمة نكاحهم كما لا يحل التزوج بالأم وهذه الأمومة تعود إلى حرمة نكاحهم لا غير لأنه لم يثبت شيء من أحكام الأمومة بين المؤمنين وبينهن سوى هذه الواحدة ألا ترى أنه لا يحل رؤيتهم ولا يرثن المؤمنين ولا يريتونهم. فهل انت تستطيع ان تخلو بامك التي ولدتك? الجواب نعم. ولكن هل تستطيع ان تخلو بعائشة? الجواب كلا. بل حرم شرعا. لانها ليست ام لك. فكيف تقول? امي ام المؤمنين عائشة. فكيف تقول ان عائشة امك وانت لا يحل لك ان تخلو بها ولا ان ترى شع منها. هذه الامومة ماذا تعني? تحريم نكاحهن فقط. وفقط. وفقط. اذا وازواجه امهاتهم تعني تحريم نكاحهن فقط. وفقط. اياك ان تقول ان عائشة امك مرة اخرى. اياك ان تقول هذا. هل عرفت الان بان ذا الفقار يعرفوا حيثيات هذه الامومة? ولكن بسؤاله اراد ان يكشف للناس خبثكم عندما تقولون امي عائشة بقول مطلق. ولا تذكرون الحيثيات لهم لتخدعوا الناس بها. عموما لنكمل. اتناشر. بصوا اخوة الهبدة السبائية العابرة للقرات اللي قيدي. والعالة ربما قد تقول كيف لي عائشة تردع وهي لم تالي. فمن اين اتت بهذا الحليم? لا غلط غلط. لا احد سيسأل هذا السؤال اصلا ان جميع المسلمين يعلمون ان ام المؤمن عائشة لم تردع احدا اصلا بالمعنى الذي فهمته ايها السبائي. الكذب والتدليس يجري في عروقك وكل كذاب يجب ان يصفع على قفاه بالدليل ليخرص. لنسمع الان للاخ. وكانت عائشة ترى ان ارضاع الكبير يحرمهم. وارضعت غلاما فعلا. وهذا الذي لا يستحي يقول. اصلا ان جميع المسلمين يعلمون ان ام المؤمن عائشة لم تردع احدا اصلا. وارضعت غلاما فعلا. وكان يدخل عليها. ما رأيك يا ابو عمر هل عجبك الجلد بصياط الادلة على رأسك? وبعد ان نقلنا كلام الدكتور موسى بان عائشة ارضعت غلاما فعلا. قد يخطر ببالك هذا الاشكال وتقول الدكتور موسى كيف عائشة ارضعت غلام مع انها لم تلد. فالاخذ الفقار سيستدل من كتاب ابن عثيمين ليبين هذه النقطة فقط. وهو ان المرأة التي ليس عندها اولاد كعائشة مثلا ممكن ان يدر منها اللبن وترضع لنسمع. عموما اكمل كلامك حتى نضحك عليك. قد تقول كيف لي عائشة ترضع وهي لم تلد? فمن اين اتت بهذا الحليب? الشرح الممتع لصالح العثيمين في المجلد الثالث عشر. صفحة اربعمائة واربعون. وقوله وغير حبلة. يعني لو ان امرأة ارضعت طفلا بدون حمل. وهذا يقع كثيرا فان بعض الصبيان يبكي. فتأتي امرأة ليس فيها لبن. ولم تتزوج. فتلقمه ثديها تريد ان تسكته. ومع المس تضر عليه. ويكون فيها لبن. ويرضع خمس مرات او اكثر. فكما ترون الاخذ الفقار اثبت ذلك وبكل وضوح. ولكن ابو عمر لانه انسان جاهل لم يفهم كلام واستدلال الاخذ الفقار او انه فهمه ولكنه يريد ان يستحمر اتباعه. فسوف يشرق ويغرب بكلام ليس له اي علاقة بموضوع الاستدلال الذي اثبته الاخذ الفقار من كلام ابن عثيمين. نسمع اليه ونضحك. برضو فلتت منك دي. هو مردئيا كده كلام ابن عثيمين كان ممكن ينفعك لو انت اثبت برواية. صحيح ان ام المؤمنين باشرت الرضاع بنفسها ودون ذلك خرط القتال. وكانت عائشة ترى ان ارضاع الكبير يحرمهم. وارضعت غلاما فعلا. ثم استدلالك بكلام ابن عثيمين هنا يهدم كل تنظيرك السابق. لانك بتتكلم عن الرضاع ما بعد الفطام وما بعد الحولين. لا يا جاهل استدلال ذو الفقار من كتاب ابن عثيمين ليثبت بان المرأة التي لم تلت يمكن ان يدر لبنها وترضع. لنكمل. اما ابن عثيمين فيتكلم عن حكم الرضاع في الحولين اي قبل الفطام. ابن عثيمين بيتكلم عن الرضاع الذي تصير المرأة به اما للطفل. يعني بيشترط الا يكون الطفل الراضع قد اكمل السنتين. في نفس الكتاب في متن زاد المستقنع. اللي بيشرحه الشيخ ابن عثيمين يقول في الحولين. ابن عثيمين يعلق ويقول قوله في الحولين هذا شرط اخر. يعني ان تكون الرضاعات الخمس كلها في الحولين. في الحولين من ولادة الطفل. ويقول ما دام في الحولين فالرضاع مؤثر. واذا انتهى الحولان فالرضاع غير مؤثر. اذا ابن عثيمين يشترط في الرضاع المؤثر المحرم المعتبر بانه يجب ان يكون في الحولين. وانت ايها السبعي تتحدث عن رضاع ما بعد الفطام. لا تكذب يا ناصبي. لان الاخذ الفقار استدل من كتاب ابن عثيمين ليثبت امرا واحدا كما قلنا. الا وهو ان المرأة التي لم تلد هل من الممكن ان يدر لبنها ام لا يدر لمنها. فثبت انه يدر لبنها. والاخذ الفقار لم يستدل بكتاب ابن عثيمين ليثبت بان الرضاع هل هو قبل الفطام ام انه بعد الفطام. ما هذا الغباء المفرط الذي تتمتع به يا جاهل. بصراحة كلامك هذا دليل مواضح مصريح بانك لم تفهم كلام الاخذ الفقار. واتيت لترد مشرقا ومغربا. واضعت الوقت بهذا النقل الخارج عن موضوع الاستدلال. عموما اكمل. قبل ان انتخل النقطة التالية اذكر المشاهدين بالاجماع الذي نقله الحافظ ابن عبدالبر. يقول هكذا ارضاع الكبير كما ذكر. يحلب له اللبن ويسقاه. واما ان تلقمه المرأة ثديها كما تصنع بالطفل. فلا. لان ذلك لا يحل عند جماعة العلماء. اولا هذا الاستدلال من ابي عمر من كلام ابن عبدالبر لا يصح لعدم موجود حديث صحيح. يثبت ذلك كما قال. والسؤال كيف ارضعت سهلة سالم مولى ابي حذيفا. لم يرد في جواب هذا السؤال حديث صحيح. لم يرد في جواب هذا السؤال حديث صحيح. وهناك امر المهم هو ان الاخذ الفقار عندما استدل بكلام الدكتور موسى بان عائشة ارضعت غلاما فعلا. ماذا قال ابو عمر حينها. هل ام المؤمنين ارضعت غلاما بالفعل. هذا الكلام لم يرد في اي حديث صحيح. ولا ضعيف حسب الطلاعي. ما هذه المسخرة والازدواجية والتناقص في كلامك يا ابو عمر. تستبيح لنفسك ان تنقل كلام ابن عبدالبر ولم تقدم دليلا صحيحا عليه. وتمنع للاخذ الفقار ان يستدل بكلام الدكتور موسى شاهين. وتطلب منه ان يقدم حديثا صحيحا. ثانيا حديث الحلب في الاناء مروي عن محمد بن عمر الواقري. وهم قالوا عنه بانه كذاب وضع. ولكن بما ان حديث هذا الكذاب والوضع يفيدهم الان فيستدلون به ويبنون عليه دينهم. لنسمع لهذا الوهاب المسخرة. هذا يا اخواني طبقات ابن سعد الكبرى في قصة او في ترجمة احدى النساء. وفيها يا ايها الاخوة الرواية هنا. قال اخبرنا اخبرنا عن ابيه قال كان يحلب في مسعط او اناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم خمسة ايام. وكان بعد يدخل عليها وهي حاسر يعني كاشفة. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل. يعني زوجة ابو حديثة. كما شاهدتم الوهابي يستدل برواية محمد بن عمر الواقدي. والان لنسمع ما هي قيمة الواقدي عندهم كما وضحه هذا الوهابي. بين ايدي رواية استحي من الاحتجاج بها لذلك فانا اريدها لاحتجاجا انما استئناسا فقط. هي من رواية الكذاب المتروك محمد بن عمر الواقدي. ذكر بانه كان يحلب في مسعط او اناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم. وابو عمر الناصبي يعرف بان الواقدي كذاب. لنسمع. كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال للامام شمس الدين الذهبي صفحة رقم متين ثلاثة وسبعين. ترجمة رقم سبعة تلف تسعمائة تسعين. محمد ابن عمر ابن واقدي الاسلامي. قال احمد ابن حنبل هو كذاب يقلب الاحاديث. وقال ابن معين ليس بثقة. وقال البخاري وابو حاتم متروك. وقال ابو حاتم ايضا والنسائي يضع الحديث. يعني كذاب. وقالت ضلقتني فيه ضعف. وقال ابن عدي احاديثه غير محفوظة والبلاء منه. بما ان الوهابي يعرفوا بان رواية الحلب في الاناء هي من رواية الواقدي. ولكن لم يأتي بها فاحتال وذهب واتى بكلام ابن عبدالبر. يا ناصبي. الاعيبك باتت مكشوفة امام الصغير قبل الكبير. وهل انت تظن بانك تستطيع ان تمررها على الشيعة. قد خاب ظنك يا جاهل. ولنسمع لهؤلاء الكهناء الثلاثة. الذين يقولون بان رضاع الكبير من الثدي مباشرة. اني ارى الكراهة في وجه بيفزيفة لدخول السن. قال ارضعيه. قال كيف ارضع. انه رجل كبير. اتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال قد علمته انه كبيك. ابن عبدالبر اجتمهيد بسر يقول. جماعة العلماء كأنه يجمع يعني. يرون عدم جواز التقام الرجل الكبير فدي المرء. طبعا تشي رواية. كلها ضعيف. كلها ضعيف. انا كانت بتديلو الكباية اللبن في كباية. ومن العلماء الذين نعرفونا الصحيح وانا الضعيف اذا رأى اي رواية بيفض بمقتضاها على طول. ككثير من الفباهة. بل اكثر والفباهي كذان. يبقى الحديث علماء الحديث. كلهم ضيعوه. وهو ينسس عنيحوك من حد السم. يا جماعك الخير. يا أولي الألباب. بالمرأة عصرت صدره. نزل اللبن في كباية. اعطته الوجر من وراء حجاب. هل هذه الصورة يمكن ان تقول فيه سهيلة للنساهل ان ابن نبيس حصلت. كيف ارضعه. ولا هي فاهمت انها ستباشر الرضاع. طبعا. ده علفه. لا يقال لبن شربا لبن انه رضع. لا نغفل ولا شرعا ولا عرف. وانا ده احنا كلنا بننضع من بهاي. في جيهة الرضاع المسهولة كبيرة. تريد ان تقول هل يرضع منها مباشرة ام بواسطة الكأس. وانا اقول شخصيا لا ماني عندي من ان يكون الرضاع مباشرة من شو سمعي حلمة. والكلام عليه في المسأل. المسأل الاولى كيف يرضع وهو كبير. وهو الذي استشكلته سهلة بنت سهيد. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم لهذا السؤال. لان معرفة كيف يرضع. لا تخبر. يمكن ان تحذب المرأة في اناء ويشرب. ويمكن ان ترضعه من ثديها للحاجر. ويمكن ان ترضعه من ثديها للحاجر. وانا بأس بمثل هذا اذا دعيت الحاجر اليه. ما رأيك يا ابا عمر. هل هؤلاء جهل لا يفهمون وخصوصا الكاهن ابن عثيمين. وانت الذي تفهم وتريد ان تقنعنا بان الرضاع الكبير ليس من ثدي المرأة السنية مباشرة. وهنا نضيف قرينا على ان الرضاع كان من الثدي مباشرة. هذا كتاب صحيح مسلم بن كوشاز المجوسي المجلد الرابح صفحة 82. نبيهم يقول للصحابية ارضعيه. والصحابية تقول كيف ارضعه وهو رجل كبير. واخرج بسنده عن ابن ابي مليكة عن القاسم عن عائشة. ثم يذكر حديث رضاع الكبير وان النبي قال للصحابة ارضع الرجل تحرمي عليه. فهنا الرأوي ابن ابي مليكة قال فمكثت سنة او قريب منها لا احدث به وهبته. ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثني حديثا ما حدثته منذ سنة بعد. قال القاسم فما هو فخبرته بانه حديث رضاع الكبير ارضعيه تحرمي عليه. قال القاسم فحدثه عني ان عائشة اخبرتني. فلو لم يكن الرضاع بالتقام الثدي مباشرة وكان بالحلب لما كان ابن ابي مليكة قد هاب وخاف من هذا الحديث ولا يحدث به للناس طيلة سنة كاملة. فالحديث واضح وجلي ان الرضاع كان بالثدي مباشرة عموما دعنا نكمل مع الوهابي. 13 يقول السبعي بل حتى وعي لم يكن فيها حليب وارادت ان يدخل عليها فهناك حال اخر. مسند احمد بن حنبل في الجزء الثالث والاربعون صفحة 351. عن عائشة قالت اتت سهلة بنت سهيد رسول الله. فقالت ان سالما مولى ابي حديث يدخل علينا وانا فضل وان كنا نراه ولدا وكان ابو حديث تبناه كما تبنى رسول الله زيدا. فانزل الله ادعوهم بابائهم هو اقصط عند الله. فامرها رسول الله عند ذلك ان ترضع سالما. فارضعته خمس رضاعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاع. فبذلك كانت عائشة تأمر اخواتها وبنات اخواتها ان يردعن من احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها. طيب هذه الرواية التي امام حضرتكم على الشاشة. الرضاع غير مسموح لكل من هب ودب لا 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 فقط لمن احبت عائشة ان يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضاعات وان كان كبيرا يرضع خمس رضاعات مشبعات دين جميل وكيوت ثم الى ان يقول صفحة ثلاثمائة واثنان وخمسون الرواية الصحيحة ثم يدخل عليها بعد ان يرضع خمس رضاعات. وابت ام سلمة وسائل ازواج النبي ان يدخلن عليهم بتلك الرضاع احدا من الناس حتى يرضع في المهد. وقولن لعائشة والله ما ندري لالها كانت رخصة من رسول الله للسالم من دون الناس. طيب هذه الرواية التي امام حضرتكم على الشاشة استدل بها هذا الرافض على الحل الاخر الذي طرحه. والى الكلام الملون باللون الاحمر الرواية صحيح. طيب ما هي المشكلة في هذه الرواية؟ المشكلة تتلخص في ان الجزء الذي سدل به هذا السبقي من بلاغات محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. يعني الجزء الملون باللون اللازرة ده ده كلام ابن شهاب الزهري المدرج في الرواية. طيب ما هو الدليل على ان هذا الجزء مدرج من كلام الزهري وليس من اصل الرواية. في مسنف عبد الرزاق يروي نفس الرواية وفيها الزهري يقول فقال لها فيما بلاغنا والله اعلم. شفت الزهري بيقول ايه؟ بيقول فيما بلاغنا. وكانت عادة الزهري ان يعلق على الاحاديث يعني بيشرحها وكان احيانا لا يفصل كلامه عن الحديث. فيظن البعض ان الكلام بالكامل موصول الاسناد. والان باذن الله سنبين وجهل هذا الوهابي بامرين اثنين. الاول قال الوهابي عن حديث مسند احمد الذي استدل به الاغذ الفقار بان هذا الجزء الملون بالاحمر هو حديث صحيح. واما الملون بالازرق فهو من ادراج الزهري. فاذا سيكون هذا الكلام من هنا الى هنا هو حديث صحيح. باعتبار انه من اللون الاحمر وليس من ادراج الزهري. وعندما اراد الوهابي ان يثبت بان هذا اللون الازرق من ادراج الزهري استدل برواية مصنف عبدالرزاق فكما ترون هذه الجملة هنا قال بانها من ادراج الزهري. بينما في حديث مسند احمد قال عن هذه الجملة انها ليست من ادراج الزهري وانما هو حديث صحيح. ما هذا التناقض في الاستدلال يا جاهل. ثانيا من المعلوم بان اي تلميذ اذا نقل عن شيخه رواية وقال فيها بلغنا. هذا لا يعني ان غيره من التلاميذ لو نقلوها عن شيخهم يحملوا على البلاغ ايضا. ما دام لم يقول بلغنا في رواياتهم. فاذا روايات هؤلاء تكون هي الاصل ولا بد وان تحمل على الوصل. وعليه لو وردت رواية منقطعة عن الزهري ورواية متصلة. فهل نقول عن المتصلة بانها منقطعة ام نقول بان المنقطعة قد تم وصلها. الجواب واضح سنقول عن الرواية المنقطعة انها وصلت. فكذلك فيما نحن فيه. فما كان بلاغا مرويا عن مالك عن الزهري كما في مصنف عبد الرزاق. فقد وصله غير مالك وهم اربعة من تلاميذ الزهري عن الزهري. كما في مسند احمد الذي استدل به الاخذ الفقار. وعليه فلا يمكن ان نحمل هذه الروايات الاربعة الموصولة على رواية البلاغ. بل لابد من حمل رواية البلاغ على هذه الرواية الاربعة الموصولة. هذا كتاب المسند للملحد الوثني احمد بن حمل بتحقيق الارنعوت المجلد 43 صفحة 351. اخرج بسنده عن ابن اخي الزهري عن عمه الزهري ثم ذكر الجملة ولم يقل بلاغنا. والمحقق الارنعوت قال عن الحديث صحيح. فهل الارنعوت غفل او جهل بان هذه الرواية من بلاغات الزهري. فهذا ابن اخ الزهري يروي عن عمه الزهري بدون بلاغ. وروا مثله شعيب عن الزهري كما في مسند الشاميين للطبراني. هذا كتاب مسند الشاميين للحافظ الطبراني المجلد الرابع صفحة 191. كما ترون شعيب عن الزهري وليس في المتن بلاغنا فالرواية موصولة. وكذلك عقيل عن الزهري كما في السنن الكبرى للبيهقي. هذا كتاب السنن الكبرى لأبي بكر البيهقي المجلد السابع صفحة 756. كما ترون اسم الباب رضاع الكبير عقيل عن الزهري وليس في المتن بلاغنا فالرواية موصولة. وكذلك يونس عن الزهري كما في السنن أبي داود وصححه الألباني ولم يقل بأنه من بلاغات الزهري. هذا كتاب سنن أبي داود بتصحيح محمد نوح نجاتي الألباني صفحة 357. باب في رضاع الكبير ثم باب في من حرم به. الرواية عن يونس عن الزهري وليس في المتن بلاغنا فالرواية موصولة. كما ترون الألباني الصححة الرواية بل ونقل التصحيح الشيخ الوهابي وأبو عمر الباحث بتر المقطع من كلام ذو الفقار كما بيناه في أول الحلقة. أيضا عائشة رضي الله عنها كانت كما نقل ابن القيم ونقله أبو داود بسند صحيح قال ابن القيم فبذلك كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة رضي الله عنها أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا خمسة رضاعات ثم يدخل عليها. لاحظة حديث رواه ابو داود بسند صحيح. فتحصل من كل ما تقدم بأنه عندنا أربعة من تلاميذ الزهري وهم نقل الحديث عنه بدون قوله بلغنا فإذا الرواية موصولة ويؤيد ما قدمناه هو قول ابن حجر عن رواية أبي داود هذا كتاب فتح الباري لابن حجر العسقلاني المجلد الخامس عشر صفحة 296 قال ما نصه ورأيت بخط السبكي أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه المسألة أنه توقف في أن عائشة وانصح عنها الفتية برضاع الكبير لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة قال السبكي ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ثم يقول ابن حجر كذا قال السبكي وفي قوله غفلة عما ثبته عند أبي داود في هذه القصة فكانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعنا من أحبت أن يدخل عليها ويراها وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا أقول وكلام ابن حجر فيه ثلاثة أمور الأول قوله الثبتة عند أبي داود ثانيا قال إسناده صحيح كما صحح الألباني والأرموت ثالثا كان ابن حجر في مقام الاستدلال بالحديث على السبكي وعليه فلو كان هذا من بلاغات الزهري كما يقول الوهاب الجاهل ومعلوم بأن البلاغات لا يحتج بها أليس كذلك؟ فما هو حكم مراسيل وبلاغات الزهري عند علماء الحديث؟ يقول الإمام الشافعي إرسال الزهري ليس بشيء وقال الإمام علي بن المديني مرسلات الزهري رديئة فإذا فلو كان الحديث من بلاغات الزهري فكيف يستدل بها ابن حجر على السبكي؟ هل ابن حجر جاهل إلى هذا الحد يا أبا عمر؟ كل يوم يتضح لي بأنك من أجهل الناس في أمور الدين عموما لنسمع لهذا التلبيس والتدليس الذي سيأتي به هذا الأمب الكذاب أتذكر المشاهدين بأن أم المؤمنين كانت إذا أرادت أن يدخل عليها أي طفل صغير بعدما يكبر أنها كانت ترسل به وهو صغير إلى أخواتها ليرضع ركز كده سلم بيقول إيه؟ يقول إن أم المؤمنين عائشة أرسلت به وهو يرضع هذا الذي تتكلم عنه هو رضاعه الصغير فما علاقته بموضوعنا الذين تكلموا عنه وهو رضاعه الكبير؟ أكمل لنرى أي ناس تصل بقي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أبينا ذلك يعني رفضنا ذلك وقلنا لعل هذه كانت رخصة لسالم مولى أبي حذيفة ما هذا التدليس والكذب الفاضح؟ في البداية قلت بأن عائشة كانت تأمر الصغير الذي أقل من سنتين ليرضع من أخواتها ثم تأتي وتقول بأن باقي زوجات النبي أنكرنا ذلك؟ ما هذا الكذب؟ ومتى أنكرت أم سلمة وغيرها رضاع طفل الصغير الذي هو أقل من سنتين؟ بل أم سلمة أنكرت على عائشة رضاعه الكبير الذي كانت تأمر به هل تستحي من القول بأن عائشة كانت تأمر برضاعه الكبير وكانت أم سلمة تنكر عليها؟ إذا كنت تستحي من رضاعه الكبير ولا تريد أن تنسبه لعائشة هذا يعني أن حديث رضاعه الكبير هو عار وخزي في دينكم فلذا تتهرب منه بهذا الأسلوب الفاضح المكشوف كما تذكرون بأن الرواية التي استدل بها الأخذ الفقار هي رواية مسند أحمد وفيها أن عائشة كانت تأمر الكبار ليرضع من أخواتها ولكن هذا الوهابي يكذب ويدلس ويقول الرواية لا تدل على رضاعه الكبير وإنما تدل على رضاعه الصغير بنسمع إليه والرواية لم تقول أن هذا الشخص سيكون كبيرا وقت الرضاعة بل قالت يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا لماذا تكذب بهذه الكيفية وبهذه الطريقة الوقحة السمجة أمام كل الناس؟ هذا كتاب المسند للوثني أحمد بن حنبل بتحقيق الأرمأور المجلد 43 صفحة 351 أخرج بسنده عن عائشة فقالت إن سالم الرجل الكبير صاحب اللحية رضع من الصحابية فإذن الحديث يتكلم عن رضاع الرجل الكبير ثم تقول الرواية فبذلك أي برضاع الكبير الذي حصل مع سالم كانت تأمر عائشة أخواتها وبنات إخوتها أن يرضعنا وإن كان كبيرا خمس رضعات من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وبما أن الذي كانت تفعله عائشة هو رضاع الكبير فلذا كانت أم سالمة تنكر على عائشة فعلها وأبت أم سالمة وسائر أزواج النبي أن يدخلنا عليهن بتلك الرضاعة أي برضاع الكبير الذي حصل مع سالم والذي كانت تفعله عائشة ولكن كما سمعتم أبو عمر يقول بأن عائشة كانت تأمر برضاع الطفل الصغير الذي أقل من سنتين فهذا الوهابي لا يخجل ولا يستحي ويكذب متعمدا وبشراها قاتلك الله من خبيث ظل ومظل أموما لنسمع ما تبقى من كلامه أرجو نشر الحلقة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وغيرهما وادل على الخير كفاعله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام ولو حضرتك مهتم بتفنيد أكاذيب أعداء الإسلام فيمكنك الاشتراك في القناة وتفعيل زر القرص حتى يصلك إشعار بكل حلقاتنا الجديدة هذا وبالله التوفيق والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصل اللهم وسلم وجد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم بحمد الله الانتهاء من الرد على هذا الوهابي على أتم وجهه وبينا فيه كذب وجهل وتدليس وبتر هذا الوهابي وتم إثبات وعدة أمور عائشة أرضعت غلاما أيفعا بالفعل وأن أخوات وبنات أخوات عائشة كنا يرضعنا الرجال الكبار أن الرضاع بالتقام ثدي السنية بالمباشرة وأن أم سلمة كانت تنكر على عائشة ادخالها الشاب الأيفع للبيت هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل الله على خير الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطاهرين اشتركوا في القناة